بعض المسلمين بسم الله ما شاء الله يهتموا بتعليم أولادهم وأن يضعهم في أفضل المدارس والمعاهد والجامعات وهذا أمر طيب ولكنه من شؤون الدنيا السؤال ما الذي يفعله أحدنا ليعلم أبنائه بشؤون الدين يعني أنت مدرسة أولادك بتكلف ألف ألفين تلاتة ألف دولار اللهم بارك تبا؟ ولا خسارة في التعليم مهما بذلت لأولادك ولكن السؤال ما الذي بذلته من مال حتى تعلم أولادك شؤون دينهم ممكن تحط خمسين ومئة ومئة دولار لمدرس خاصة أو مدرس خاص يدرس أولادك عشان ينشع آخر السنين غير الأسط اللي عبت تحطه للمدرسة هاي كثير عند الناس تتيسر أطماع دغر حق ولربما يحرم نفسه من كثير من الأمور حتى يعلم أولاده دروس تقوية بالإنجليز أو نحو ذلك أو بالحساب أو غير ذلك وهذا عمله طيب السؤال كم دفعتها لتعلم أولادك القرآن؟ بس بالقرآن إذا بدنا نعلم أولادنا بنشوف وين في دورة مجانية؟ وين في حد يعلمنا إياهون لواجه الله؟ والله في فلان ممكن يعلم لك إياهون ممكن ممكن إذا ضلوا عليهم يحفظهم بالشهر جزء بس بده يعني طالما حيحبس ساعتين لثلاث ساعات يوميا بده مئة دولار على الولاد لا شو مئة دولار؟ طيب بده يعلمه إنجليزي يدفع مئة دولار ما بأسر إنجليزي ما الإنجليزي بتفيده بس القرآن ما بيعرف شو يعمله هذه مشكلة أن نسعى لتعليم أمور الدنيا ولا يوجد عندنا أدنى سهي للآخرة كيف هو الحال معظم المساجد عندهم حلقات وعندهم محافظين فيك تحط فيه ونولادك لحتى يتعلموا وقبل أولادك أن تضع علي نفسك ما أنت بسم الله ما شاء الله ما وصلت ما صرت ما شاء الله من أحبار الأمة ما زلنا جميعا نقبع في جهل عميق نتعلم نحن القرآن والله مشكلة بيوض المساجد عملت مثل مسابقة أسبوع عطتهم مجال أسبوع نحن هالأسبوع يا شباب بدنا نسترجع اللي راح مننا من القرآن الحزب الأخير يعني من سورة الأعلى لسورة الناس الـ 12 صفحة هون قصار الصور تمام؟ معك أسبوع لا تراجعون بعد أسبوع يا شباب من يسمع واحد بس من كل المسجد قصار الصور من أين نأخذ العقيدة؟ عقيدتنا نحن أمة عقيدة وأمة لا إله إلا الله وأمة محمد رسوله موام تاخد عقيدتك؟ شب تقرأ بالصلاة؟ أنا بدأ أفهم نحن لما نقف كل الصروات شب نقرأ؟ عم نقرأ؟ يعني عم نقرأ بالصلاة إذا واحد عم يصلي الفرض وعم يصلي السن كلهم بس قلوا الله بس؟ قرآن 114 صورة بس حفظين هون؟ مشكلة والمشكلة على يكون هذا الموضوع أساسا من إهدماماتك تهتم كيف بدك توكل وكيف بدك تشرب وكيف بدك تلبس تدفع جار بيت وهذا قد تكفل الله به الله تكفل لك فيه وفي السماء يرزقكم وما توعدون ولكنك لا تهتم ولو لعاشرة بالمئة أو لواحد بالمئة هم عندك أنه كيف تضحف هذا القرآن؟ طلع حيث أنا كيف بدأ لحق اليوم؟ العمر أصير كيف بدأ أعمل كذا؟ كيف بدأ؟ يكون عندك هم يا أخي تؤجر على همك أما لا يكون هذا من أولوياتك بالهموم فهذا مشكلة والله مشكلة لا عندك ولا عند أولادك كلنا قد اقتربنا من قبرنا لحظات وننزل وقتها تقول بدي صاحب حيكون القرآن معك صاحب؟ أنت صاحبته بالدنيا؟ يصاحبك بالقبر؟ ويصاحبك على الصراط؟ ويصاحبك أمام الله؟ ويدافع عنك يوم العرض؟ تيجي سورة البقرة وقال عمران تدافع عنك تقف سدا منيعا بينك وبين عذاب الله؟ بينك وبين جهنم تناقش عنك حتى لا تعذب لأنك كنت صاحبا لها في الدنيا مصاحبا للبقرة والعمران سورتان هون بتحبا أنت مصاحبا مصاحبا أكثر من كل صحاب الدنيا أكثر من زوجتك أكثر من أولادك هيك بدي يكون القرآن صاحبك يقال لي صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة وردت كما كنت سورة البقرة الدنيا صاحب هيك بدي يكون قرآن صاحبك فنتعلم نتعلم ديننا والآن الأمور المجلي كثيرة والله دفعنا ما دفعنا بعض السلف؟ قال فاتتني مسألة بالنحو فدفعت فيها خمسين ألف دينار حتى فهمتها مسألة بالنحو طب نحن شو دفعنا لنا نفهم دين هذه كلمات أذكر نفسي وأذكر إخواني وما ثبت إخواننا في غزة إلا بعد أن ثبتهم الله سبحانه وتعالى بالعلم وثبتهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن فكان منهم كتائب للحفاظ شكرا